بمناسبة رأس العام محمد علي النهدي كتب تدوينة مؤثرة حد البكاء على والدته سعاد محاسنة لا يفرج عليها وحبي تفكر الصغر وحبي تفكر ليميت مع أمه وفي نفس الوقت فما برشة إيموسيون فما برشة حسيس حزينة برشة كتب ربي فضلك يا غالية وكل عام وانتي بحذية حتى ما تعقلنيش ما تذكرنيش أنا نذكر كل ليلة كل دقيقة كل لحظة من عمرك عديتها تخمن فينا تعاني فينا تجري بينا من بلاسة لبلاسة بيش تعافينا بيش تحطنا في أحسن حاجة أمي الغالية يكفينا غزرة منك ضحكة ساعات مهما نعمل مهما نقول ما تجيش في ليلة عديتها أنت تجري بيها من سبيتار لسبيتار وانا تفل صغير موجوع كل ما نعمل نحس روحي مقصر إن شاء الله تسامحني نحبك أمي وما نحبش نتصور دنيا من غيرك كلمة أمي بعد الشدة يجي لفرج إن شاء الله ربي يفرج عليها سعاد محاسن اللي تمر معناها بظروف صحية صعيبة شوية تفقد للذكرى ساعات معاش تذكر معناها ولادها ورجلها وكل شي هذا الموضوع دي يحس برشا محمد علي النهدي وكان بكيف أكثر من مناسبة كي يحكي على أمي إن شاء الله ربي يفرج عليها وربي يطول في عمرها ما تنسي واشتعملوا اشتراك في القناة وتفعلوا الجرس بشو سيكم الفيديو القادم ترجمة نانسي قنقر